سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بعلاج الشيب مهما كانت الحدة ديال الشيب ان شاء الله غدت تخلصي لي منها بواسطة وصفة تحفة ولا ارواع سهلة بمكونات او بأعشاب المياه في المياه وبمكون كنغفلو عنه احنا كاملين واللي هو القزبور او القزبورة هاد المكون السحري العجيب كما اللي احطوه في الصورة المسغرة هو اللي غادي نهضرو عليه ان شاء الله اليوم في هاد الفيديو هادا وهو اللي غادي نعالجو به الشيب ونعالجو به التساقط نعالجو به الفراغات وجميع المتاكل وجميع العيوب اللي عندكم في شعر ديالكم فانتمنى وصفة اليوم بين الاعجاب ديالكم وتستفدوا لي منها سواء بالقليل او لو بالكسير المهم اهم حاجة عندي هو الاستفادة اكيد وقبل ما نشون تعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها نبغي نرحب بكل منك يتابعني وبكل منك يزورني نقول لكم مرحبا والف مرحبا وصفة اليوم للرجال والنساء وحتى الوليدات الصغر كما قلت لكم لي كي عنهم تساقط والفراغات فهي امنة الحمد لله من 100% فانتمنى تعجبكم وانتمنى تستفدوا منها ولكنتو اول مرة كتزورونا عشنو كتتسناو اشتركوا في القناة رايوميا كل جديد وايضا فعلوا زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد في القناة يعني اي فيديو نزلوا في القناة في اي وقت سواء مصباح او الفلاش يجيكم اشعار بانني نزلت فيديو ودخلوا ان شاء الله تفرجوا فيه فاشتركوا وفعلوا زر الجرس اي تساؤل اي موضوع اي وصفة طبيعية تتوصلوا معنا تشاركوا معنا خليوا لنا في تعليق انا را نقرأ تعليقاتكم كاملة ومتصور شي قداش نزيد نفرح بعدما نقرأ تعليقات زوينة لكي يزيدوا يحفزوني باش نزيد نخدم اكتر واكتر على القناة ونزيد نبدع اكتر بإذن الله فخليوا لنا حبيباتي تعليقاتكم اقتراحاتكم السفساراتكم فلكمونتغ وانا رامع لي الا ان شاء الله نجاوبكم واي مصفة طبيعية كسخلي ولي بالتفاصيل ديرها كنكسبها عندي وكان بقى نحاول يعني نجربها كانعطيها من مدة دي الأسبوع وكانشوف إلا عطتني نتائج راني جي نشاركها معكم ما عطتنيش نتائج فبالتالي ما كان باختاجيهاش معكم وكانمر الوصفة تخرين اللي كيشاركوا معايا البنات أكيد فشكرا لكم حبيباتي ما تنسوش اللي لايك ديلكم يعني توصلوا لهذا الفيديو العدد كبير من اللايكات يوميا كنين وصفات طبيعية مختلفة مشيغر يعني سياقنا حاجة كان بقى وغادين لانيشان لا الحمدول لها كنين بزاف ديال المواضيع مختلفة للشعر الجسم ودائما في المجال وصفات طبيعية ونمرو باش نتعرفوا اللي مقونات الوصفة باش نتعرفوا لكم كتروا طريقة تحضير استخدام وستعمالة كذلك فكما بكتلكم غادي تحتاجوا معايا القزبرة أو القزبور حبوب لبنات كتبوا لنا الاسم ديال هاد هاد القزبرة او القزبور كتبوا لنا الاسم دياله في التعليق باش نستفدوا شنو الاسم ديال هاد الحبوب هادي اللي هي القزبرة او القزبور شنو كات قولوا لها في الدول العربية باش نستفدوا جميعا من غير هاد جوجة الاسماء يعني القزبرة او القزبور انا كنعرفها بهاد الاسماء انتو ما كتبوا لنا اسماء مختلفة باش نعرفوها من غير ونستفدو إن شاء الله القزبر لبنات زوين 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 بزاف لعلاج الشيب وعلاج الفراغات وعلاج تساقل فغنحتاجوه كمكوين رئيسي أنا هنا خديث منه كيميا يعني متوسطها كدهي كان بقى نعملو في عدة وصفات صراحة وغادي نحتاجو المكوينة التانوية حتى ومعي بارة عن عشاب وغن تعرفو عليهم الآن بالنسبة للمكوينة التانوية عدنا إن شاء الله لحبة السوداء ولحبة البركة كما كتلاحظو ديما نشاركها معكم وكنبغتاجيها معكم لأنها زوينة بزاف فغادي تحتاجوا معي كمية من الحبة السوداء هادي تحتاجوا معي إن شاء الله بإذنه إلى كمية من القرنفل هنا غادي نوريكم الشكل ديال القرنفل أو المسمار كنات نعرفوا أكيد المسمار أولى القرنفل فغتحتاجوا لي من نوحد القبصة أو لا على حسب الرغبة ديالكم هادي تحتاجوا معي إن شاء الله إلى إكليل الجبل أنا غادي نوريكم الشكل ديال إكليل الجبل أولا ما يعرف حبيباتي بالآزير بزاف نساء تقولوا للآزير كتر من إكليل جبل هذا هو الشكل دياله يا لبنات رائع حتى الرائحة دياله غزالة بزاف فغتحتاجوا منه كمية غتي تحتاجوا إن شاء الله كمية من المارمية أنا غنوريكم شكل ديالها المارمية حتى يمو فيه بزاف 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 الشعر عفوا ليست المارمية وإنما أوراق الريحان ليست بالمارمية أنا أعتقد أن تحب لي المارمية ولكن مج outrageous إكليل الجبل حتى المارمية التي لديكم استخدموها أنا غيما استخدمتها أنا غنما ولا أريد منها فأعتقدوا الح سے إما المارمية إما إكليل الجبل أوér ال sou اولؤراء الريحان وليس بأكليل الجبل استخدمناki سابقاً كما قلنا هذا اكليل اوراق الريحان يجب هذا الشكل ستلقى يوم حتى وما عند اقرب عطار ولا عند اقرب عشاب فهذه هم المقادر حبيباتي سنعودهم لكم الثاني مرة ستحتاج معي اوراق الريحان القصبرة الحبة السوداء اكليل جبل والقرنفل هذو هم المقادر اي طبقت خمسة دي الاعشاب القصبرة كمكون رئيسي بالنسبة المكونات التنوية الحبة السوداء الحبة البركة او ما يعرف بالشانوج ايضا اكليل الجبل او ما يعرف بالازير القرنفل او المسمار او اوراق الريحان هذو هم المقادر لا تفرس عندكم المرمية فاضيفوها رهزوين بزاف اول سالمية احتيا فنة فنة بزاف للشعر فتبا غدي تاخدي معي واحد الكاثرون لان كل هذ المكونات اغلي وفق النار لا تقل على ثلاثين دقيقة لانه الوصفة لانه الوصفة تنجح هذ المكونات ينخصهم يتلقون من الفعالية في الماء كمية من القصبورة كمية من القرنفل كمية من القرنفل كمية من اكليل الجبل او ما يعرف بالازير كمية من الحبة السوداء و الحبة البركة كمية من القرنفل كمية من اوراق الريحة كمية من الربا و نستخدم الكوبة ونضيف الكاثرون نضيف الكاثرون فوق نار مهيلة او الهادئة كما اقول لكم المدة لا تقيل على ثلاثين دقيقة او نصف ساعة كاملة ومن بعد ما كتمر ديك ثلاثين دقيقة كتدوزوا لتصفية هاد المحلول باش ان شاء الله تطبقوا على الشعر ديالكم انا غادي ندوز معكم التصفية دابا الان مباشرة ولكنتم دائما نخصكم تحرصوا على هاد الخطوة يعني ضروري ما تخليوا الكاسرول او لكل هاد العناسر يتبخوا فوق النار المدة ديال ثلاثين دقيقة ولكن النار تكون هاد عشاب يبقوا في ديك التركيز ديالهم ديال الفعالية يعني ما ينقش او لا يتحرقوا لدين الاعشاب دياله فبسم الله اذا بغاد يندوز معكم التصفية المحلول واللون ديال هاد الوصفة خصويت بالدل انا بغيتوها تنجح معاكم يعني السر من اسرار لنجاح هاد الوصفة لعلاج الشيب وعلاج تساقط هو انه للماء ديال هاد الوصفة خصويت بالدل او اللي ماء بحلو بحل لون الشاي نحن نتحرقوا هاد الوصفة انجحات اما يبقى غير ابيض يعني الى دفتغل مبارد وصفيته وراء ما كيناحتش نتيجة فانا غدي ناخذ هنا وحد المصفات هانتما كتلاحظوا لانه انا شخصيا مخليتاش حتى يعني مخليتاش يعني فوق النار الماء اللون دياله بقى كما هو يعني الوصفة رهما نجحش نهائيا انا غير عملت هاد الخطوة غير لضيق الوقت وباش ما ناخدش من وقتكم بزاف ما نطولش عليكم في الفيديو يعني جزت التصفية مباشرة اما انتم ضروري من الخطوة ديال انكم توضعوا هاد الوصفة فوق النار لمدة دي 30 دقيقة لابد ومن الاكادي من الدروري ومن المؤكد عفوا انكم توضعوها فوق النار لمدة دي 30 دقيقة لانه لما وضعتوه هاش راه الوصفة ما غديش تعطيكم حتى شي نتيجا نهائيا وبالتالي ما غديش تكون حتى شي فائدة بخصوص هاد الوصفة بعد ما كتتصفوا المحلول كتدوزو توضعو فوحد البخاخ او لفوحد الرشاش انا هن عندي هاد البخاخ هادا راني دي متان شاركو معاكم هاد البخاخ زوين بزف لانه كبير وممكن توضعي فيه كمية كتيرة ولا كبيرة ديال المحلول ويتسع لها يعني كبير بزف ماشي بحال دوك البخاخات اللي كيكونوا هاكده غي صغار ما غديش هي يكفيوكم الكمية كتير تاع المحلول هاسي الوصفة صبح جهزة بعد ما كما اكدلككم كتتوضعوا فاق النار مدات هي ثلاثين دقيقة كتصبح جهزة профессئ Blair هاد المحلول لتصبح غير فذ رشاش اولا في البخاخ وكتبدي الوتبقو الوصفة على الشعر ديالكم كاملا كايم minist väldigt يمكن التساوي الإشتكري09 حتى تحتوي بشأر تفزق مزيان وتغلغن بهد الوصفة هادي ومافي ها بس حبيباتي تعملوا واحد اا يعني التدليك هكدا خفيف دريف او مساج كما تقولو للشعر ديالك باش هكدا يا شعر الناس اللي عندهم عقزان وما تيطوالش او اللي يطوال بهذا اللي غسيت او ايضا حتى بالمساج اللي كتعملي لشعر ديالك ضروري حبيبتي ما تعملي مساج خفيف دريف للشعر ديالك وتحاولي تقلبي شعر ديالك يعني توضي شعر ديالك كامل الاسفل وطبقي هاد الوصفة وتوزعيها مزيان بعدك تاخد شعر ديالك تعملي على شكل كعكة تعملي لي بلاستيك الغدائي او للنيلون او للسلوفان وتنتظر المدة ديال ساعة او نصف ساعة ومبعد تغسلي شعر ديالك ممكن ايضا تباتوا بها ليلة كاملة اكيد اذا بغيتوا ممكن تخلي واستسويع ساعتين اكتر من ساعة لانه بزاف نساء تقولوا لي بغين هاد الوصفة الام ديالنا وبغين هالجدة ديالنا واش ممكن يصبروا عليها يعني اامنة ما تسبب لي وحتاش مشكل لشعر ديالهم اللي اخلوها اكتر من ساعة كينبعد نساء تب يخليوا هكذا الوصفة اللي تكونوا مياه في المياه بالاحشاب كي بيخليهم استسويع استسويع لي ليلة كاملة فاكيد اامنة كما كتلكم وكي يستخدم حتى الاطفال ديالكم اللي تعانوا من التساقط وتعانوا من علاج بزاف ديال المشاكل يعني تعانوا من الفراغات من كي بغوا يعالجوا هاد المشاكل بشطة الطرق فعملي لهم هاد المحلول هادا رهزوين كيعالج الشيب وكيعالج حتى المشاكل الاخرى اللي عندنا في شعر ديالنا وهاد الوصفة صلح لنساء او للرجال نتمنى انه وصفة اليوم اعجبتكم وهي كانت بالمكوين الرئيسي اللي هو القزبور او القزبورة نتمنى انت خليوا لنا الاسماء ديالوف لكم وانتخلو ستقول لوف الدول العربية وشكرا لكم على حسن تتبعكم واي تساؤل اي اقتراح اي استفسار خليهوا ليفتع عليكم ونشوفكم في فيديو قادم